اشتركوا في القناة جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والمعتمدة لدى دوقية لوكسنبيرغ الكبرى ومملكة الدنمارك وممثلتها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومن سبوع السفارة من دبلوماسيين وإداريين وقد اطلع سعادة وزير الخارجية على مبنى السفارة وكافة أقسامه مشيدا بجهود سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي وجميع العاملين بالسفارة في رعاية مصالح المملكة وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع هذا البلد الصديق مثمنا عملهم الدبلوماسي المتواصل في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم من جانبها أعربت سعادة السفيرة الدكتورة بهية الجشي عن شكرها وتقديرها لما تلقاه السفارة ومنسوبها من دعم واهتمام من قبل وزير الخارجية والمسؤولين في الوزارة مؤكدة الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلال الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين اشتركوا في القناة